موسيقى أهلاً وسهلاً بكل الناس للمرافقيننا من بداية فقراتنا وحلقتنا واللي نضموا لمرافقتنا الآن ومتابعتنا لتكملة ما تبقى من صباح الشروق تتجول كاميرا الشروق لتنرى من خلال الولايات بالشكل مختلف وجزاد خلينا نشوف واحدة من الولايات الجميلة اللي احنا بنمشي لها وإذا مشيت الرهد أبو دكنا بتحس بالاختلاف بتحس بالجمال الخضراء المياه والمنتجع الممكن يكون مختلف جداً في الرهد نشوف الرهد أبو دكنا بلدنا حلوة ومسكين الرهد أبو دكنا مسكين الناس كنا تحيير كلها في الرهد نواصل من بعدهم ما تبقى من صباح الشروق تتجلنا بمحلية الرهد أبو دكنا شهرة واسعة في كردفان من واقع انتاجها المتميز من الفواكه والخضروات وعرفت المنطقة منذ القدم بوفرة مياهها وخصوبة آضها فهي قريبة لمسافة تجعلها امتداداً طبيعياً لتردة الرهد وهي مسطح مائي يمتد لمسافة ستة عشر كيلو متر من المياه وهو الأمر الذي شجع أهل المنطقة على زراعة أشجار الفاكهة المانجو والليمون والدوافة والنخيل وهي كما يقول أهلها صالحة لزراعة كل أنواع الموالح وتنتج الخضروات بكميات كبيرة ومتنوعة بتنوع التربة ونظم الري وبهذه المقاومات أصبحت منطقة الحجينة واحداً من المصادر المهمة في الحصول على الخضروات والفواكه وهي تنتج منسبته 40% من الانتاج الكلي للولاية من الانتاج البستاني وتتنافس مع مدينة بارا للسيطرة على السوق المحلي في كردفان وخلق منفذة لتصدير لمناطق أخرى ولديها من المقاومات ما يؤهلها لذلك فهي قريبة من طريق الأسفل ترابط بين الأبيض والرهد ويعبر بساتينها خط السكك الحديدية الرهد نيالة بالإضافة للخط الناقل للكهرباء القومية الذي يصل حتى مدينة البيض والمستقبل مما لا شك فيه يحمل الكثير من البشريات لأهل المنطقة خاصة أصحاب الجنائن والبساتين الذين يشكون من غلاء مدخلات الانتاج فالنهضة الزراعية ووزارة الزراعة بالولايات ستدخل في شراكة مع جمعيات المنتجين بالمنطقة لتوفير التمويل للعمليات الزراعية بصورة عامة وجلب التقانات الحديثة المستخدمة في الانتاج البستاني وتطبيقها بالمنطقة كل ذلك يؤسس لنهضة شاملة في مجال الانتاج البستاني بمنطقة الحجنة ومن مدخل الاستثمار الذي تحرص الولاية على جعله جاذبا ستكون منطقة الحجنة أكثر إقناعا وتميزا بمقاومات النجاح المتوفرة للانتاج البستاني وصناعة السياحة فهي تتشكل من مجموعة من القرى الوادعة التي تطل على أسوار البساتين الخضراء من أعالي الوديان وتتحول هي الأخرى في فصل الخريف إلى مروج خضراء وتجتذب أعدادا كبيرة من قطعان الثروة الحيوانية والقبائل الرعوية وفي كل الأحوال ظلت المنطقة مصدرا مهما لإنتاج أنواع جيدة من المنتجات الزراعية والبستانية تحديدا القابلة للتطور بالإضافة إلى المظهر الجمالي الأخاذ الذي تتمتع به المنطقة